السلام عليكم أهل الدرداشة إخوان أرشاق الدرداشة وعاشقات الدرداشة وهذه الريفليكسون هذه من نوع خاص موجه الرجل دير السياسة يقود سياسة في مدينة القنطرة هذه الساعة وليدرشيب في هذه المدينة هذه الخطاب موجه لها ف كنظننا بأن أظن ومغنشيش مع الثيار اللي يقولوا بأن البوليتيك سيلار دو موتير ولكن غادي نمشي مع الثيار الآخر وغنفتحنا في ذا أخرى وغادي نقول بأن السياسة سيلار دو لا كرياسو سيلار دو لا كرياسو هدا كلمجلس البلدي ما هو الدور دياله ما هو الدور دياله فمعالي من المدينة كلها مشات أين هو الدور أين هو الدور ديال ديال رجول السياسة في المغرب والجماعة اللي غدا تبعها فكن عليكم تحفظوا على المعالم دين الدينة هادي من جيه من جيه أخرى الأموال ديال الجماعة ما بستغلاش مزيان باركة من نهب باركة من السريق أنا مع احتراماتي لكل شرفة فاديك المدينة هاديك من ناس اللي اغتنات والناس اللي باقى باقى تغتاني باركة الله يجعل البركة باركة تنقى هاديك المدينة هاديك فا رئيس المجلس البلدي كان عليك من الوقت اللي دخلتي يكون عندك ان بروغرام ديال لكرياسيون ماشي ديال هادي طريقة ديال البقاء و ديالي هادي تشوف ربعة او خمسة ديال 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 اختراعات كتير ولاد المدينة مشروعات ديال ولاد المدينة مشاريع ديال ولاد المدينة و تشدهم و تدرسهم مع مجموعة من الخبارة الناس اللي مختصة ناس اللي مختصة و تشدوا شمشروع و نكبوا عليه و نمولوه و ندخلوا لي واحد العشرين او ثلاثين من دق الفراشة ويشرف عليه صاحب الفكرة صاحب البروجيك هو اللي كنن نبوق ديال العام دي المصنع مع محاسب من البلدية الغابة ما مستغلش بزيان الغابة كان يكون فيها بارك وانتا الاقلتي بان انك انت كنت بشي جيه ثلاث بيسين من اكتصير را كانوا فيه البيع راكتم ما كانوا فيه دي باتي لك مع شوية دي اللي كان هار مع شوية كان ذاك شي واي واحد تخلى ذاك البارك اللي غايتصوبوا وتمولوا البلدية اي واحد تخلى ذاك البارك هدي ساهم بدرهم رمزي او درهمين غانديروا درهمين العائلة هدخل دوز النهار دي اللي ثم تخلص خمسة درهم ويكونها مرافق دي اللعب ودولة طروا باتي لك وتمول ودخل لها واحد خمسة او ستة او سبعة او ثمانية دي التقنيين وتخلصوا من تم ما يتخلصوا يمول راسو البارك غادي يمول راسو البحر الواد ما مستغلش الواد ما مستغلش ترعت مو دي الاسبال دي اللي مدينة خاص البالدية هي اللي تدرلو ترعت مو دي الاسبال خاص البالدية هي اللي تشوف الحل لهادك الواد شوف ندر فيه هدا هما الناس دي السياسة دي المدينة خاص ولاد المدينة هما يعيقوا ويفيقوا بان خاصهم يساعدوا المجلس اللي غاين تاخبوه يساعدوا البرنامالي اللي غاين تاخبوه فما يمكن شا يتعطل واحد السيد صوت ديالك وغدا ولا بعد غدا التقليب باركة من دي التقليب باركة باركة اليوم غدا بالتلتوني ولاد المنطقة يخدموا لمنطقة ديالهم ربعة ولا خمسة ديال 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 الباتيز انتروبو فين يتربى الدجاج تمولون دينا ويخدموا فيه ولاد المدينة وممكن من بعد من هاد الشي كامل هادا ممكن بديك الاموال اللي غادي تكون كارباح ممكن نديروا بها حاجة اخرى ممكن نصلحوا بها سبيطارات نصلحوا بها طرق ممكن نبينوا بها مدارس ممكن نبينوا بها مركز البحث وراسية ماشي غير البيروت طنوبيلو ومشاهمت ومشاهمت الاخساب وشتني انا اخرى وشتني اوأ jetzt تقول jong الودلة البديناة بغى يستفذوا الودلة المدينة بغى يستفذوا والاد المدينة مساعدين يخدموننا أيما البدينة أرش اعيش فيها وهو ارش أعيش فيrats المكان ما بغادت يسميها مدينة ورا عايشوا فيarning مكان إذا المكان يجب أن يتنقع ونحافظ عليه يجب أن يتمويل هذا المكان ومنين سنجب التمويل؟ سنجب التمويل من هذا العقل القنيطري العقل القنيطري والذي سوف يفكر أن يجب الفلوس للمدينة هنا أسواك تتخلص دار عائب هنا الناس تتخلص دار عائب يبكين مشاريع سيارات تتخلص دار عائب يعني جهة غانية جهة غانية أنا مولو مشاريع فلاحية ما نخليه الصبليون والبرانيج يتحنى ثم هذا ماشي من نوع من العصور كل منطقة في المغرب خاص السياسي دياله يديروا هاتش كلا هذا لا لا خدموا 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 واللي ما هذا اللي ما عارف راسونا غيخدمش او مشغول او عنده دي بروبلام اموصونعين يحيد يحيد يخلي دراري اللي عندهم في الدم دي لهم كتجري لا كرياسيون يقين ولاد البلاد ولاد المغاربة المغرب كانت تردب على المغرب ككل ولاد اللي الدم دي لهم كتجري فيه لا كرياسيون ما نخليهم مش نضيعوا ونخليهم مش نضيعوا ونخليهم مش يضيعوا هذو كل الوليدات هذو كل المجلس غايتبنى العقل المدبير ونستغله في الصالح العام باركة باركة على ايين هذي بعد ما قريت بزاف فوسع التواصل الاجتماعي الهضراء بزاف على سرباعه مع كل الاحتراماتي ليه والاخوان كاملين اللي في قونترا كاملين وهذه الناس اللي كريتيكي وتهموا احترمهم كان احترم اي واحد اي قونترا عنده الغيرة على القونترا ديالو واي مغربي عنده غيرة على المغرب ديالو انا احترموها فحان الوقت قاوش تكذبوه قاوش تكذبوه لعباد الله سياسة كل فوق داروا في اكتيقاء داروا في اكتيقاء داروا في اكتيقاء ذوك الناس اللي يعطيكوا حمر وجهك كما نقوله بالعمية حمر وجهه دوك الناس اللي وضعوا في اكتيقاء حاول حاول تلقليهم حلول عمشي كنقولك انا عندك عصر سحرية على اين هدية لا تترفلكتو لعلو عسى ولاد كونترا ولاد المغرب ككل يعيشوها الى الاقل شوي يشوفوا وعيشوا فرحانين ويرجعوه العصر النكتق يعني كان المغربي عاكيد حك ولا المغربي ده مهموم فينك اجحا فينك جوحا لكان له فرويت دي الحالة النفسية دي الانسان المغربي داك الوقت لا هموم ولاه واكل شعر بداحك قانع فارجعوه الى ذاك الشاب وذي قناترا ذاك الكليبر ديالو وارجعو ذاك الفريق اللي كان الكاك اساتدة فلاسفة في لعبات كورات القدم وطعموه المنتخب كان جول لهم في المنتخب الرجعوه ذاك حلالة العشاق ديالها يتمتعو بها فكنتمنى ان هذا الميساج هذا وصل وكنتمنى ان الناس اللي مكلفة بهذاك المجلس تفهم المسألة وهذا الميساج وتشد هذا الشيء اللي ثانية وتسقله وتخرج منه أفكار وتفيد ذكر المدينة بس هي صراحة تكليف والتكليف كي يخصولها كرياسيون وباركة من نهيب باركة من الاختائف ولد قناة ترى مستعدين يعونوا والسلام عليكم وأستسبيح للناس لما تقبل شهد كلام هذا استسمح وأستودعكم الله وأستغفر الله العظيم والسلام عليكم